فبس مين حيرجع حق النادي الأهلي أدبياً؟ ومين حيرجع حق برسيتاو أدبياً؟ ومين حيرجع حق دكتور أحمد أبو عبلا أدبياً؟ ومين حيرجع حق المشاهد اللي ادحك عليه؟ ليه حد بيشتغل في الإعلام يطلع يضحك على المشاهدين؟ ليه؟ ايه القصة يعني؟ هو حضرتك شغال علشان المشاهد مش عشان تفبرك أخبار رسالة قناة النادي الأهلي هي المصداقية دائماً يعني ايه المصداقية؟ يعني أنا لو مش عارف المعلومة ما كنتش حطلع أقول الكلام اللي أنا وريدته لحضراتكو ده لكن أنا عارف متأكد من المعلومة من غير ما أكلم حد بالمناسبة يعني من غير ما أكلم حد لأنه بالعقل كده مبارح التمرين استشفى إيه اللي حصل عشان برسيتاو يبقى مصاب وقبلها كان يوم أجازة وما فيش حاجة مععلنة رسمي أنا كأهلاوي باخد أخباري مني لما بعوز أخد أخباري بطلع أتفرج على نهواند وكريم الصبح بتفرج على محمد سعيد وأمير هشام في الترند بتفرج على أحمد سامير في السادسة بتفرج على هيسم السعيد في الأبطال عدل الوقيع وإبراهيم المينيسي في الملك وكتابة بتفرج على كابتن أسامة حسني في الأشبال بتفرج على المهندس عدلي والأستاذ إبراهيم المينيسي بتفرج على محمد فارس وأحمد أسامة بتفرج على بقية الناس كلها كابتن هاني رمزي كابتن مصطفى عبدو كابتن أيمن شوقي بتفرج على الناس كلها عشان نعرف الحقيقة لأن هذه